بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلابا وطالبات مجددا في شروحات مقرر إدارة الفعالية اليوم بإذن الله نستكمل وإياكم تأسيس لجنة إدارة الفعالية ذكرنا في الدروس السابقة بدأنا بهذا الموضوع ذكرنا أن هناك لجان وكل لجنة لها دور ذكرنا دور اللجنة الرئيسة هو القيادة والتوجيه والمساءلة لجميع الأمور الفعالية قد يكون لدينا أكثر من لجنة وبالتالي نحتاج إلى التنسيق نحتاج إلى القيادة نحتاج إلى توجيه العاملين في هذه اللجان نحو الهدف وأيضا نتابع تحقيقهم لمسؤولياتهم وواجباتهم وبالتالي نسائلهم طوال الفعالية أثناء التنفيذ وقبل التنفيذ وأيضا قد يكون هناك أيضا متابعة في عمليات الاستفادة من الدروس في الفعالية ذكرنا أيضا إدارة الموارد الفعالية وكفاءة كل فعالية نحتاج إلى أن تصرف المبالغ يتم استغلال الموارد البشرية المادية أحسن استغلال وبالتالي هذه اللجان دورها أن يكون استغلالها كما ينبغي ذكرنا أيضا قد يكون هناك مشكلات البحث في المشكلات المتوقعة تقييم الأفكار كل ذلك من عمل اللجان وأيضا مراقبة التقدم تأكد أن نسي رفقه الخطط الموضوعة تأكد أن هناك جودة العمل يتم كما ينبغي وأيضا إذا احتجنا إلى مبالغ مالية التزامات إضافية هذه اللجان تقوم بالتنسيق وتوفير ذكرنا هناك أكثر من لجنة تمويل ورعاية وتسويق ومرافق ولجنة التمويل ولجنة الترفيه ولجنة العمليات في الدرس السابق بدأنا وذكرنا اللجنة الرئيسة هي ماذا؟ أو التي تتابع وتنسق ما بين اللجان بالتأكيد هي لجنة التنفيذية تشرف على اللجان تنسق وأيضا تتأكد من ماذا؟ جميل من تحقيق الأهداف وأيضا الموضوعة وتأكد أنها تم تحقيقها أو نسير وفق الخطة الموضوعة ذكرنا أيضا لجنة التمويل إذن فاينينس أو الأمور المالية إذن توفر الأمور المالية تتأكد من وجود المصادر المالية قد نحتاج إلى تمويل خارجي وبالتالي تعمل مع لجان أخرى لجان المثل الرعاية أو غيرها ذكرنا نجة التسويق تسوق الفعالية كما ينبغي تختار الاستراتيجية المناسبة للفعاليات كل فعالية لها طبيعة الرياضة اقتصادية فعالية ثقافية وبالتالي إذن الشرائح تختلف وأيضا الفئة العمرية تختلف وبالتالي اختيار الاستراتيجية هو دور اللجنة تتأكد من وضع الاستراتيجية المناسبة ذكرنا لديها أربع مهام رئيسة ذكرنا أيضا لجنة المرافق تقوم بتوفير العماكن المقرات لعمل اللجان وأيضا تتأكد من جميع المتطلبات واحتياجات لقامة الفعالية موجودة وبالتأكيد عملها تكامل مع اللجان الأخرى لجنة التمويل ذكرنا قد يكون لدينا تمويل أو تقديم ضيافة أطعمة قد يكون مشروبات مرطبات وغيره وبالتالي هذه اللجنة تنسق مع لجان أخرى أيضا في توفير هذه المتطلبات مثلا قد تحتاج إلى موارد مالية تنسق مع لجنة التمويل قد تحتاج إلى راعي مثلا في الأمور التمويل وبالتالي قد تنسق مع لجنة التسويق أو لجنة الرعاية وغيره اليوم نستكمل الحديث سنتناول لجانة أخرى المتبقية مثلا لجنة الترفيه لجنة العمليات وأيضا سنتحدث عن اللوجستيات نستذكر هذا الهيكل وذكرنا لجنة التنفيذية تحت مظلتها هذه اللجان وذكرنا بسبب عدد اللجان إذن نحتاج إلى منسق وهو دور بالتأكيد لجنة التنفيذية نبدأ في لجنة الترفيه إذن نحن نعلم أن كثير من الفعاليات نحتاج إلى الترفيه خلال الفعالية لتهيئة الضيوف للفعالية قد يكون الترفيه هو الهدف الرئيسي من الفعالية وقد يكون هو نشاط مصاحب للفعالية فمثلا حينما نتحدث عن مثلا بطولات العالمية تقام مثلا كرة القدم مثلا السباحة العابة الأنبية إذن هدف مثلا أن أخذنا لعبة محددة مثلا كرة القدم هو إقامة البطولة والمباراة هو هدف رئيسي ولكن الجماهير أو الذين لديهم اهتمام بهذه المباراة قد يأتون مبكرا وبالتالي كيف نضع بعض أدوات الترفيه كيف نوفر الأدوات المناسبة أيضا قصة على ذلك في جميع الفعاليات كيف نقوم بتوفير الفعالية أو الترفيه المناسب للفئة المستهدفة للفعالية إذن هناك لجنة تتابع هذا الأمر مسؤولة عن جميع الأنشطة العروض الترفيهية مثلا في الفعالية قد توفر لعب النارية مع مكتصين كيف أيضا تتم كل ذلك هو دور رئيسي للجنة الترفيه أيضا يشمل ذلك تقديم طلبات واضحة وأيضا إدارة التوقعات إذن عادة ما يكون لدى الحضور توقعات حول أيضا الأمور الترفيهية وتأكد أن هذه المواد الترفيهية أو الأنشطة الترفيهية التي نجلبها تتوافق مع التوقعات فبالتأكيد هناك أطفال قد ترفيه مختلف عن الكبار إذن لابد أن تتأكد أن الأنشطة مناسبة وأيضا هناك بعض الأمور الترفيهية قد احتاج إلى حجز مبكر قد احتاج إلى أيضا أشخاص محترفين كما ذكرنا في الععاب النارية تأكد أيضا من وجود أيضا التصاريح المناسبة فمثلا العاب النارية تحتاج إلى موافقات لكي يتم استخدامها وبالتالي لجل الترفيهية تضمن هذا الأمر وتتأكد من سلامة إجراءاتها لكي لا تكون هناك تكاليف أو غرامات إضافية على هذه الفعالية لجنة أخرى لجنة العمليات الأوبرييشن هناك عمليات تتم طوال مسيرة الفعالية وقبل تنفيذ الفعالية هناك لجنة أيضا تتابع هذا الأمر مسؤولة عن الإشراف على التشغيل السلس للفعالية وبالتالي تتابع عملية التشغيل حينما تبدأ الفعالية إذن يكون هالك عمل من جميع الأفراد أو جميع اللجان وبالتالي هي تتأكد من تدفق الأمور تدفق الموارد تدفق الإحتياجات لكي يكون هالك عمل سلس للفعالية وإلا إذا توقفت العمليات بالتأكيد ستتوقف الفعالية أو يكون هاي قصور بثلا في إقامة الفعالية تجمع هذه اللجنة مختلف الوظائف التي تنظمها اللجان الأخرى وتقدم التوجيه والإشراف إذن أيضا دورة قد يكون أيضا مشابه لعمل التنسيق ما بين اللجان تأكد أن اللجان تعمل وفق خط موحد قد يكون خط سير هذا الخط الفعالية أو الانتاج الفعالية موحد وبالتالي تتابع تدفق العمليات تدفق المهام ما بين اللجان لكي يكون هناك توقف وبالتالي عملها قد يكون فني أكثر من عمل اللجنة الشرافية اللجنة الشرافية أو التنفيذي قد يكون عملها مراقبة أكبر وهنا قد يكون عمل فني دقيق أكثر المناصب النموذجية ضمن اللجان إدارة الفعالية سنتحدث الآن عن بعض المناصب الموجودة في اللجان هناك منصب الرئيس هناك السكرتير هناك مناصب مختلفة وبالتالي كل منصب سيكون له دور في اللجان وأيضا يساعد في نجاح الفعالية هناك مجموعة متنوعة من المناصب التي يجب شغلها لضمان كفاءة اللجنة وتتباين هذه المناصب تبعا لحجم اللجنة ونطاقة هناك لجان كبيرة لفعالية كبيرة وبالتالي قد نحتاج إلى أكثر من موظف قد يكون مدقق قد يكون أيضا فني أول اختصاصي وقد تكون الفعالية بسيطة وبالتالي نحتاج سوى شخص أو شخصان في أي لجنة إذن اللجان أو المناصب سيكون تباينها بحسب الفعالية وحجمها وأيضا حتى النطاق هناك الرئيس السكرتير أمين الصندوق الموظفين المسؤولين عن كل مجال وظيفي هذه المناصب أو هذه الأشياء الرئيسة في عمل أي لجنة قد نحتاج إلى عدد كبير بناء على أن الفعالية كبيرة وقد تتقلص عدد الموظفين إلى شخص أو شخصان وقد يقوم بشخص أكثر من دور إذا كانت اللجنة بسيطة أو الفعالية عفوا تكون قد تكون بسيطة أو صغيرة نبدأ في المناصب الأول وهو الرئيس دور الرئيس بالتأكيد مع أنه رئيس هو مسؤول عن قيادة إذن لجنة الموارد المالية أو رئيس لجنة الموارد المالية أو التمويل هو مسؤول عن التخطيط المالي واجتماعاتهم كل ذلك يقوم به يتأكد من كفاءة القيادة وإتقانه وأيضا التخطيط لاجتماعات يحتاجون إلى اجتماع يحتاجون إلى مثلا قد يواجهوا مشكلات يحاول تسهيلها السيطرة عن المشكلات أيضا يكون دوره هو قيادة هذه اللجنة نحو أهداف الموضوعة والتنسيق مع اللجان الأخرى عبره بالتأكيد الموظفين الذين يعملون معه إذن مسؤول على الإدارة التأثير الخبرة والحزم والاتصال إذن هذه الكفايات الرئيسة لمن الرئيس لابد أن يتمتع بالإدارة لا يمكن له أن ينجح دون إدارة صحيحة فالإدارة هي ضمان أن جميع المناقشات تصب في مصلحة الفعالية وسماع جميع الآراء للموظفين أو وصول قرارات واضحة إذا نصدر قرارات متابعة اتفاقيات مثلا اللجان الأخرى أو مع الجهات الأخرى التي يفوض على مثلا محادثتها أو التواصل معها الخبرة أيضا دائما الرئيس يتمتع بخبرة أكبر كلما كان الرئيس يتمتع بخبرة أكبر كلما كان لديه تصور عن الأزمات والمشكلات في أي فعالية وبالتالي أيضا يشترك مع أو يناقش أصحاب المصلحة حول الحلول حول المخترحات أيضا لابد أن يكون لديه تأثير فالتأثير يأتي من خلال المنصب الذي تم وضعه فيه مثلا كرئيس بناء على الأنظمة بناء على اللوايح وأيضا من خلال شخصيته وبالتالي ضمان مساهمة الجميع في المناقشات أيضا يساعد في التعاون أو ربط الموظفين يؤثر عليهم يساعد في إيجاد بيئة خاص بالنقاش المفتوح التي تكون في صالح الفعالية أيضا الحزم حينما يقدم معلومات حازمة يتابع المقصر أي التعامل مع الصعوبات التي قد تقع إذن يكون لديه حزم في الأمور التي قد تتسبب في خسارة الفعالية أو في مشاكل الفعالية أو زيادة الأعباء المالية وغيرها أيضا اتصال الحفاظ على قنوات اتصال داخل اللجنة وأيضا مع اللجان الأخرى إذن قد يكون لديه قرارات وبالتالي هو يشرح هذه القرارات الآخرين مع الموظفين يعملون معه أيضا كيف يقنعهم وكما درسنا سابقا أن مهارات اتصال مهمة لجميع الأشخاص وخصوصا الرئيس لكي يعملون تحت أكثر من شخص وكل شخص قد يكون لديه سلوكيات أو سلوب مختلف أو نمط مختلف وبالتالي يستطيع التعامل مع جميع هذه الأنماط هذا ما يتعلق بالرئيس ننتقل إلى السكرتير وأيضا يتولى السكرتير مهام متعددة وبالمناسبة تدرس مقرر كامل فيما يتعلق في السكرتير لو نظرنا من جانب الفعالية أيضا قد يكون نحتاج إلى السكرتير يعمل مع مدير الفعالية مع مدير اللجنة في أي فعالية ليساعده على ماذا؟ على أدوار الإدارية إذن هو مساعد ويتولى بعض المهام التي تسند له فمثلا دعم الرئيس في ضمان حسن سير عمل لجنة الإدارة إذن الرئيس لديه أعمال قد يحتاج إلى خطابات يحتاج إلى تقارير يحتاج إلى أمور متعددة إدارية إذن السكرتير هو من يساعده في ذلك الاحتفاظ بقوائم الأسماء والعناوين نحن ذكرنا في الفعالية تحتاج إلى اتصالات تحتاج إلى تواصل وبالتالي السكرتير يسهل عمل الرئيس أو المدير من خلال توفير هذه الأرقام يكون لديه بيانات الاتصال جاهزة أيضا لديه سجلات دقيقة منظمة عن مثل الفواتير عن الاجتماعات عن كل ما يتعلق في الفعالية فمثلا حينما يتحدث عن السكرتير يعمل مع مدير الفعالية في الأمور المالية يكون لديه سجل في الأمور المالية لديه سجل في الموردين لديه سجل مثلا في الأهداف أو غيرها أو الدروس المستفادة مثلا من الدروس من الاجتماعات من فعاليات سابقة كل ذلك يكون لديه السكرتير ويحتفظ به لكي يساعد في نجاح العمل الإداري أو عمل الفعالية أو مدير الفعالية إذا تم تحديد الاجتماع هو من يعد الاجتماع ويدرسنا ذلك أيضا يعجد الاجتماع الأجندة التي سيتم نقاشتها في الاجتماع أيضا ضمان توافق عمل لجنة للإرشادات المتفقة عليها إذن يتأكد من أن اللجنة تعمل وفق إرشادات التي تم وضعها مسبقا أو تم توجيهها من قبل الرئيس أو المدير حينما نجتمع وينتهي الاجتماع إذن يسجل المحاضر ويتأكد من أيضا توقيع الحاضرين يتأكد من أيضا إجراءات وإمكانية مثلا عقد اجتماع آخر يجدوله ويتأكد موافقتهم كل ذلك وأكثر يقوم به السكرتير لإنجاح العمل الإداري ضمن إدارة الفعالية ننتقل لأمين الصندوق أيضا يتولى أمين الصندوق المسؤولية النوعية إذن نلاحظ المسؤولية نوعية دقيقة عن شؤون مالية وقد تشمل عدة أمور فمثلا احتفاظ بسجلات الإراد لجميع النفقات أو جميع الإرادات تنفيذ المدفوعات وترتيب حساب الإرادات فمثلا حينما احتاج شخص ما أو موظف في إدارة الفعالية إلى مبالغ مالية أمين الصندوق هو من له صلاحية في عملية الصرف بعد الموافقات بالتأكيد الرسمية من قبل اللجان تقديم التقارير على المراكز المالية أيضا العمل على الحساب المصرفي يتابع العمليات الدائنة ومدينة الحسابات وعملية سحب الأموال أو تحويل الأموال إذن يكون مسؤول بصفة أو مسؤولية محددة نوعية عن الأمور المالية أيضا في نهاية العام عداد الحسابات السنوية التواصل مع المدققين ينسق معهم كل ذلك يقوم به أمين الصندوق وذكرنا قد نحتاج إلى عدد أو متخصصين بشكل كبير وقد يقوم به موظف بأكثر من أمر مثل الكثير قد يقوم بأمور مالية إذا كانت الفعالية بسيطة أما إذا كانت الفعالية ضخمة ومالية معقدة وعمل كبير قد نحتاج متخصص في أمين الصندوق قد يكون تخصص في المحاسبة أو في الإدارة المالية وغيره إذن ويكون لدينا أيضا موظائف أخرى موظفي مسؤولين في كل مجال من هذه المجالات تستعين اللجنة مثل التسويق المبيعات العمليات وغيره إذن نحتاج قد يكون إلى شخص متخصص في التسويق متخصص في الأمور المالية متخصص في الأمور العمليات وإدارة الإنتاج إذن يقدم المشورة لأن إدارة الفعالية قد لا يكون متخصص مدير الفعالية أو من يعمل معه في أمور مالية دقيقة وعن التكلفة والجودة وبالتالي يكون لديهم موظفين يساعدونها في تقديم المشورة في إنجاح الفعالية أيضا حينما يود اتخاذ قرار وصناعة قرار إذن يساعدون في اتخاذ قرار لا يمكن أن نجد مدير الفعالية ملم بجميع الجوانب ولكن قد يكتسبها من خلال خبرة يكتسبها أيضا من خلال مساعدة الموظفين الذين يعملون معه فبالتالي يكون لديه مساعدة في الأمور المالية يكون لديه أيضا موظف في أمور التسويق وبالتالي يساعدون على إنجاح الفعالية وكلما كانت الفعالية ضخمة مثلا من النوع الذي قد يكون على المستوى العالم إذن قد نحتاج إلى متخصصين أو مجموعة من المتخصصين يقدمون الدعم لإدارة الفعالية ويدرسون الأمور وبالتالي يقدمون المشورة يقدمون أيضا القرارات المناسبة لإنجاح الفعالية لو تسألنا لماذا تحتاج لجان إدارة الفعالية غالبا إلى لجان فرعية منفصلة ذكرنا لدينا لجنة إدارة فعالية تتفرع منها لجان منفصلة لماذا؟ تحتاج لجان إدارة الفعالية لجان فرعية من أجل التركيز على الجوانب مثلا أمور مالية تكون مركزة لدينا لجنة متخصفة أمور مالية لدينا لجنة مخصصة في أمور التسويق لدينا لجنة في الرعاية وبالتالي كلما تم تركيز عمل على مجموعة معينة كلما كان الجودة قد تكون أفضل وأسرع وبالتالي هذا أيضا يرتبط بالفعالية نفسها هل الفعالية كبيرة أم تكون متوسطة أم تكون فعالية بسيطة وبالتالي كلما كانت ضخمة وكلما كانت تعقيد كبير وبالتالي لا يمكن للجنة واحدة سيطرة على جميع الأمور وبالتالي نحتاج إلى لجان فرعية يكون كل لجنة تتفرق للمهام مثل أمور مالية وأيضا تنسق مع لجان الأخرى ولكن شغلها الكبير أو شغلها الشاغل هو متابعة الهدف الرئيسي من تكوينها في الأمور مالية تركز أمور مالية وتتأكد من سلامة الأمور مالية في لجنة التسويق تركز على التسويق وتنسق مع اللجان على نجاح التسويق وبالتالي إذن يسهل إدارة الحدث الضخم أو الفعالية الضخمة ولكن حينما يكون الأمر لجنة واحدة قد يكون للك عشوائية قد يكون للك أيضا عدم قدرة على إدارة وبالتالي قد نضيع الوقت وقد لا ننجح في إدارة الفعالية ولكن كلما كان لدينا تقسيم للأنشطة يتعلق أيضا بحجم ونطاق الفعالية كلما كانت إدارة الفعالية قادرة على نجاح في هذه الفعالية إذن خلاصة ما تحدثنا عن اليوم ذكرنا أيضا استكملنا اللجان ذكرنا لجنة الترفيه وذكرنا كل فعالية قد يكون هناك جزء من الترفيه أو تكون الفعالية هي فعالية ترفيهية وبالتالي نحتاج إلى أشخاص متخصصين يتابعون الأمور الترفيهية وتوفيرها أيضا أوبليشن أو لجنة العمليات تتابع من تدفق العمليات وأيضا توفر الموارد بين اللجان وتتأكد أن العمل مستمر وأيضا يساعد على استمرار في قادم الأيام أو أثناء الفعالية ذكرنا أيضا مناصب ذكرنا كل لجنة من اللجان إدارة الفعالية أو اللجنة التنفيذية قد نحتاج إلى موظفين أو مناصب وظيفية فيها ذكرنا يختلف أو تختلف هذه المناصب بناء على الفعالية ونطاقة هل هي فعالية مثلا عالمية ضخمة أم فعالية متوسطة على مستوى المدينة أو الدولة أو أنها فعالية عالمية يكون فيها التعقيد كبير وبالتالي قد نحتاج إلى عدد أكبر الموظفين ذكرنا لدينا الرئيس مسؤول عن نجاح مسؤول عن إدارة عن التأثير عن الموظفين الآخرين السكرتير ذكرنا أيضا له دور في المساعدة في إنجاز الأمور وأيضا قد يكلف في أمور مثل إعداد التقارير متابعة السجلات عقد الاجتماعات أو متابعة عقد الاجتماعات أمين الصندوق أمين الصندوق ذكرنا يتعلق في أمر مثلا يتعلق أمور مالية السجلات المالية التأكد من الحسابات البنكية وأيضا قد نحتاج إلى موظفين متخصصين مثلا موظفي التسويق موظف في الموارد المالية أو في الأمور المالية وبالتالي يعملون ضمن هذا الفريق ونتأكد أنهم يسيرون بالتأكيد وفق الهدف الموضوع لإدارة الفعال إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته